السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دورة تعليم Vue.js Framework سنتابع حديثنا في هذا الدرس عن المودفير في الدرس السابق تعرفنا على المودفير وفي هذا الدرس سنتعرف على المودفير جديد الآن لدي هذا التطبيق الفارغ وسأقوم بإنشاء div هنا بهذا الشكل إذن div slash div وسأقوم بإضافة بعض الستايل لهذه ال div إذن style وسأقوم بإعطائها background blue بهذا الشكل وأيضاً عرض بقيمة مثلاً 200 بيكسل وبنفس الشيء من أجل الارتفاع بهذا الشكل الآن سأقوم بإنشاء بإضافة طبعاً هذا ال div سيعطينا مربع بلون أزرق بأبعاد 200 بيكسل وسأقوم بإضافة مربع آخر ضمن هذا المربع وسأقوم بنسخ الستايل من هنا والتعديل عليه سنقوم بإعطاء لون أحمر لهذا المربع والأبعاد ستكون 100 بيكسل بـ 100 بيكسل عوضاً 200 الآن سأقوم بفتح هذا المثال في التطبيق إذن right click وopen in browser إذن حصلنا على هذا الشكل الآن سنقوم بعمل event event hover على كلا ال div أو كلا ال div الموجودين لدينا هنا وسنكتب بهذا الشكل وي داش on ماوس hover بهذا الشكل سنقوم بطلب method من الأسفل سنقوم بتعريفها بهذا الشكل إذا لدينا مثلاً rect 1 اختصاراً لrectangle 1 وهو عبارة عن function سيقوم بعمل console.log مثلاً مثلاً hover on rect 1 على سبيل المثال وأيضاً بشكل مشابه سأقوم بإنشاء دالة للrectangle الثاني أو المربع الثاني فسنقوم بعمل إذن hover on rect 2 الآن سأقوم بإضافة هذه الدوال إلى ال event هنا في الأعلى وسأقوم أيضاً بتعريف أو بعمل handling the event المouse over على الرectangle الثاني وسنطلب إذن الدالة الثاني الآن سأعود إلى المتصفح وسأضغط على زر التحديث ثم سأقوم بعمل inspect والاتقال إلى console الآن في حال قمنا بعمل mouse over على هذه ال div الزرقاء أو المربع الزرق نلاحظ إذن في كل مرة أقوم بوضع الموس وإبعادها على هذا المربع يتم إذن إضافة رسالة hover on rect 1 طبعاً يتم بما أن الرسالة نفسها فيقوم Google Chrome بعمل عداد هنا وأيضاً بشكل مشابه في حال قمت بعمل hover على المربع الثاني نلاحظ أنه يتم عرض رسالة hover on rect 2 وأيضاً hover in rect 1 وهذا بسبب أيضاً بسبب أن عندما أقوم بعمل hover على هذا الركتانجل الأحمر فأنا في نفس الوقت أقوم بعمل hover على كلاء الركتانجل أو كلاء المربعين فممكن أن أجرب مرة أخرى عن طريق سأصعد بالموس إلى الأعلى وسأقوم بالنزول مباشرة إلى هذا المربع الأحمر فنلاحظ إذن hover on rect 2 و hover in on rect 1 عادة عندما نعمل في الجاباسكريبت لنريد أن يتم معالجة كلا الإفنتين ونريد إفنت واحد وفي هذه الحالة دائماً يكون الإفنت الذي نريد تنفيذه هو الإفنت الثاني hover on rect 1 وطبعاً كما نلاحظ من ترتيب عرض هذه الرسالة يتم معالجة الإفنت الثاني أولاً ثم الإفنت الأول ففي حال أردنا إلغاء هذا الإفنت نستطيع عن طريق استخدام هذا الذي فيه الجاباسكريبت استقبال أولاً استقبال هذا الإفنت هنا ونقوم بكتابة event.stoppropagation بهذا الشكل وسأقوم بإعادة تجربة المثال مرة أخرى إذن تحديث وفي حال قمنا بعمل إذن hover على الأحمر كما نلاحظ توقف الإفنت ولم يتابع تنفيذه إلى الإفنت الأول وفي حال قمنا باستخدام modifier من view.js لإختصار هذا السطر نستطيع استخدام modifier stop سأقوم أولاً بحذف هذا السطر وأطلاع البرامتر لسنا بحاجة إليه بعد الآن وسأقوم بكتابة هنا إذن dot stop بهذا الشكل الآن سأعود إلى المتصفح وسأضغط على زر التحديث ثم سأقوم بعمل hover على المربع الأحمر كما نلاحظ إذا حصلنا على نفس النتيجة وبهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر